أصوات شعرية من الشرق والغرب أصوات حية وجماهير تعشق الكلمات الموزونة جميعا يتوافدون إلى مدينة ست في جنوب فرنسا موعد مهرجان الشاعر أصوات حية الذي يستمر تسعة أيام من 21 إلى 29 يوليو الجاري بمشاركة أكثر من مئة شاعر من مختلف أرجاء العالم ويقدم المهرجان الشعري الأشهر أوروبيا 680 لقاء شعريا بمعدل 75 موعدا يوميا وتتحول المدينة مسرحا مفتوحا للشعراء وتقام الفعاليات في أماكن متعددة من المدينة وتشارك المملكة العربية السعودية في هذا المهرجان العالمي هذا العام بعد شراكة بين إدارة المهرجان والملحقية الثقافية السعودية في فرنسا مهرجان ست دولي للشعر هو أهم مهرجان شعرية في فرنسا ويعد كذلك من أهم التظاهرات الشعرية في أوروبا وشراكة التي عقدتها الملحقية الثقافية في باريس مع المهرجان حقيقة تأتي استجابة لرغبة ولاة الأمر حفظهم الله والمسؤولين في وزارة التعليم لإبراز البواهب الشابة في المملكة العربية السعودية وإبراز أيضا الحراك الثقافي في المملكة وبإذن الله ستأتي مبادرات أخرى في هذا الاتجاه بإذن الله وقد وقع الاختيار هذا العام على مشاركة الشاعر السعودية أبرار سعيد التي تلقي العديد من قصائدها بحضور عشاق الشعر العربي من كل بقاع العالم أهمية هذا المهرجان أول شيء أنه بيمنح الشاعر العربي الشاعر العربي والشاعر العربي المعاصر الذي ينكتب اليوم ساحة وأزان مزغية جدا بفرنسا هذه واحد بس مش بس كمان بفرنسا للشعراء الأوروبيين والمتوسطين كلهم من قادرين نوصل شعرنا لأزانهم وقد نشرت إدارة المهرجان بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا ديوان مترجم للشاعر أبرار سعيد علاوة على نشر أنتولوجيا تجمع الشعراء المشاركين هذا العام تأسس مهرجان أصوات حرة قبل عشرين عاما تكريما للشاعر بول فاليري ويتوفد إليه اليوم أكثر من 150 ألف زائر من مختلف أرجاء العالم خالد الخالد الإخبارية من مدينة سيت جنوب فرنسا